السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو اليوم حول طرق مقارنة الكسور سنتحدث عن ثلاث طرق مختلفة للمقارنة والتي تعتمد على شكل الكسور المطلوب مقارنتها لنبدأ بالحالة الأولى والتي يكون فيها المقامين متساويين فللمقارنة بين الكسرين 5 على 6 و 4 على 6 نلاحظ أن المقامين متساويين 6 و 6 ولذلك نتبع القاعدة إذا كان الكسران لهم المقام نفسه فإن الكسر الأكبر هو الكسر ذو البسط الأكبر لذلك نقارن بين الخمسة في البسط الأول مع الأربعة في البسط الثاني هنا الخمسة أكبر إذن الكسر 5 على 6 أكبر من 4 على 6 ألا يخطر ببالك الآن السؤال لماذا؟ لنرجع للنماذج لفهم الأسباب نرسم نموذجين بست أجزاء متساوية ولتمثيل الكسر الأول 5 على 6 نضلل 5 أجزاء أما لتمثيل الكسر الثاني 4 على 6 نضلل 4 أجزاء نلاحظ بالفعل أن نموذج 5 على 6 يحتوي على مساحة مضللة أكبر من الكسر الثاني والآن مع الحالة الثانية والتي يكون فيها البسطين متساويين فللمقارنة بين الكسرين 2 على 5 و2 على 3 نلاحظ أن البسطين متساويين 2 و2 ولذلك نتبع القاعدة إذا كان الكسران لهم البسط نفسه فإن الكسر الأكبر هو الكسر ذو المقام الأصغر لذلك نقارن بين 5 في المقام الأول مع 3 في المقام الثاني هنا 3 أصغر إذن الكسر 2 على 3 أكبر من الكسر 2 على 5 والسؤال أيضاً لماذا؟ نرجع للنماذج لفهم الأسباب نرسم نموذج بخمس أجزاء متساوية ونموذج آخر بثلاث أجزاء متساوية ولتمثيل الكسر الأول 2 على 5 نظل الجزئين من الخمسة أجزاء أما لتمثيل الكسر الثاني 2 على 3 نظل الجزئين فقط من الثلاث أجزاء نلاحظ بالفعل أن النموذج 2 على 3 يحتوي على مساحة مضللة أكبر من الكسر الثاني ويوجد طريقة مختصرة للمقارنة بين الكسور تابع الفيديو للنهاية لتتعلمها أما الآن لنتابع مع الحالة الثالثة والأخيرة إذا كانت المقامات للكسرين غير متساوية فيمكننا تحويلهما إلى كسور متساوية المقام ثم مقارنتها وذلك بعدة طرق لنتعلم من خلال المقارنة بين الكسرين 2 على 3 و1 على 4 علينا قبل المقارنة تحويل هذه الكسور إلى كسور متساوية المقام علينا تحديد مقام مشترك هنا يمكننا ضرب المقام 3 في 4 للحصول على المقام المشترك 12 الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها المقام 12 نضرب بسط ومقام الكسر الأول بأربعة المقام المقابل ونضرب بسط ومقام الكسر الثاني بثلاثة المقام المقابل له لنحصل على الكسور المكافئة 8 على 12 و3 على 12 الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسور لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر فبذلك يكون 8 على 12 هو الكسر الأكبر مثال آخر لمقارنة الكسور ولكن طريقة إيجاد المقام المشترك هنا مختلفة قارن بين الكسرين 1 على 4 و5 على 8 علينا قبل المقارنة تحويل هذه الكسور إلى كسور متساوية المقام وأثناء البحث عن مقام مشترك نلاحظ أن الثمانية من مضاعفات الأربعة فيكفي تحويل الأربعة إلى ثمانية وذلك بضربها في اثنان للحصول على المقام المشترك ثمانية الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها المقام ثمانية نضرب بسط ومقام الكسر الأول في اثنان لنحصل على الكسر المكافئ اثنان على ثمانية أما الكسر الثاني فهو جاهز بالمقام المشترك ثمانية الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسور لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولذلك يكون 5 على ثمانية هو الكسر الأكبر وكما وعدتكم يوجد طريقة مختصرة وسريعة للمقارنة بين كسرين في فيديو قصير سأترك لكم رابطه في أول تعليق هذا كان درسنا حول كيفية مقارنة الكسور أرجو أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله